اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اطار تدعمات مجلس ادارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بكده زي ما هو برضو كابتن رقوف شخصيا كنت بكلم معاه وقال لي ان ده طلب من المدير الفني كابتن اشرف توفيق ان هو يتعاقد مع اللاعب احمد اسماعيل اهلا به داخل القلعة الحمراء ان شاء الله كل امنيتنا طيبة لفريق كرة السلة باسعاد جماهير الرياضة وجماهير النادي الاهلي باذن الله في الموسم الجديد كابتن اشرف توفيق المدير الفني قال ان احمد اسماعيل اضافة قوية جدا داخل صفوف القلعة الحمراء تدعمات كثيرة ولسه في تدعمات كمان بعد احمد اسماعيل لسه منتظرين الكثير باذن الله في تدعمات كرة السلة كابتن اشرف توفيق قال ان هو تابع اللاعب والاهلا هو اضافة قوية جدا خاصة ان هو يتمتع اللاعب بامكانات فنية وبدنية والاهلا هو بيلعب في مركزين 4 و5 وده إن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا وإن شاء الله يقدر يعود كابتن طارق الغنام المدير الإداري للفريق في حديث مع كابتن رقوف عبدالقادر تاني بقوله إن كابتن رقوف قال إن لسه فيه تدعمات قوية جدا فيه لعب أمريكي إن شاء الله تقريبا في المراحل النهائية في الرتوش الأخيرة يعني خلاص اللعب تنتهي تماما وفي انتظار إعلان الصفقة بإذن الله قريبا جدا وفيه كمان لعبين آخرين بإذن الله التفاوضات برضو في المرحلة الأخيرة والنهائية حيتعلن عليها فيه فريق كرة السلة بإذن الله وبرضو الحديثة تترقنا لكرة اليد قالي لسه إن شاء الله قريبا جدا بندعم فريق كرة اليد وكده إن شاء الله يكون بإذن الله موسم جديد علينا وموسم يكون سعيد علينا جميعا لجماهير النادي الأهل هنروح لثالث خبر وثلاث تمن لعبات في منتخب عفوا منتخب النشآت أنا آسف في منتخب النشآت ثلاث لعبات في منتخب النشآت بينضموا لمعسكر البوسنة كابتن علي هاشم مدير الفني لمنتخب مصر النشآت وأيضا المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات النهاردة سافر إلى البوسنة اختار ثلاث لعبات في فريق تحت 16 سنة وهم رضوى علي عبد الرحمن وهالى علي وياسمين علي نادي الأهلية طول عمره فعلا بيكون هو مفرخة الفرق القومية لجميع اللعبات في مصر ودي حاجة تساعدنا جميعا خبر الرابع معنا من الكرة الطيرة وتمن لعبات برضو داخل منتخب مصر اللي دلوقتي موجود في بطولة العالم في المكسيك البطولة بتتلعب من يوم عشرة ليوم واحد وعشرين خسروا أول مطشين ونقص لهم مطش بكرة مع الصين خسرنا من بولندا 30 وخسرنا من بيروت 30 الفارق واضح جدا المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات هو كابتن أحمد فتحي المدير الفني واللعبات نادي الأهلي نور يسين دانا شوقي سوهيلة وفي نادا وليد وملك مرجان هدير عويس ميار خليفة هانا عباس يعني نص المنتخب من النادي الأهلي نروح لآخر أخبارنا النهاردة وهو خبر عن الكراتي ودائما وأبدا جيانا فاروق يعني حطانا في كل حتة في العالم ما شاء الله علي أفريقيا وعالميا حطانا على الصعيد دايما بتكون بتتويب المدليات في البطولات الأفريقية وبطولات العالم جيانا فاروق بتحصد أحد ثلاث مدليات في وزن 61 كيلو جرام في الكوميتين بتحصد الزهبية في بطولة أفريقيا اللي بتلعب دلوقتي فيه في بيتسوانا وكمان كباتنا عندنا ولعابين مشرفيننا برضو من القراتي في النادي الأهلي وهو أحمد أشرف فاردي كاتا وبرونزية لآية هشام زي ما احنا شايفين تلات لعبات بيحصودوا تلات مدليات نتمنى في المرحلة الجاية مصر وكلها تكون سابورت جدا للألعاب الفردية اللي هي اللي هي اللي هي بيجيب مدليات في الألعاب الألمبية هنخرج لفاصل ونستقبل ضفتنا الكبير كابتن سيد صابر المدير الفني أو مدير قطاع النشآت بالنادي الأهلي لجهاز كرة السلة سيدا اشتركوا في القناة